اشتركوا في القناة مطلوب عندنا اليوم القيم ما حدث ونحاسب المقصرين بكل قوة ما حدث لا يمكن التساهل به تحت عنوين معينة تماس كهربائي او خلل بسيط لا اذا كان تماس كهربائي او خلل فإذا اكو تقصير وعليها دسمع اليوم بتقرير السيد وزير الصحة والسيد وزير الداخلية والسيد محافظ بغداد ومن ثم ناخذ تصورات في اجراء شفاف لكي يعرف الجميع انه من يقصر عليه الحساب اترحم على جميع شهداء العراق وعلى جميع شهداء مستشفى بن الخطيب وقدم توجيه لكافة الوزراء العمل على مساعدة عوالي الشهداء نقل الجرحة اللي يحتاجون للعلاج خارج العراق بأسع وقت سيد وزير النقل يوفر امكانيات لنقلهم في أسع وقت وزارة الصحة تقوم بدورها بتوفير كل المستزمات وزارة المالية يتوفر المال لانقاذ ما يمكن انقاذه تشكل لجنة تخصصية برآسة السيد وزير الداخلية وعضوية كل من وزير التخطيط والسيد وزير العدل وكذلك يضاف اللجنة السيد رئيس هيئة النزاهة وكذلك السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكذلك يضاف للجنة ممثل عن البنمان العراقي بصفة مراقب يحطى اللجنة هذه الفقرة الأولى الفقرة الثانية تتولى اللجنة إجراء التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب وتحديد المقصرين ومحاسبتهم عساب نقطة ثالثة تسحب يد السيد وزير الصحة وحالته للتحقيق رابعا تسحب يد السيد محافظة بغداد وحالته للتحقيق قون محافظة بغداد مسؤول على القطاع الصحي في المحافظة خامسا تسحب يد السيد مدير صحة بغداد الرصافة وحالته للتحقيق سادسا تنجز اللجنة على عمالها خلال خمسة أيام وتقديم تقريرها إلى مجلس الوزراء انتهى الآن ننتقل للفقرة الثانية هي إعداد فقرة قرار لمجلس الوزراء باعتبار ضحايا الحادث شهداء اشتركوا في القناة